اشتركوا في القناة بعد توقف استمر اكثر منها من حكومتنا ان تكون جادة في هذا الامر وان تحسب كل الحسابات الحقيقية وان لا تندفع يعني مجرد زيارة بهذا الشكل وبهذا الكبر تندفع وتلتزم وتوافق او تضعف امام المفاوض التركي بدفع ملفات واتفاق عليها وهي بالتالي تسبب لنا اشكالات كبيرة لان لا تنسى الرأي العام هناك رأي عام اخر في البلد هناك قوى سياسية لها رأي زيارة اردوغان تقول مصادر عراقية انها كانت تحمل طابع الاطماع السياسية والاقتصادية كل ما يشغل رئيس النظام التركي ليس النفط والتجارة فقط وانما وضع جنوده المنتشرين بالاقليم والبحث عن زيادة عددهم والضغط على اربيل من اجل اللعب دور الشرطي لتأمين معسكرات جيش النظام التركي الذي ينتشر داخل الاقليم لحد الان لا يعترفون هما بحكومة اقليم كردستان يسمونه اقليم شمال العراق ولكن بعض المصالح الاقتصادية وكذلك محاولة السيطرة على اقليم كردستان واستخدام اقليم كردستان كورقة ضغط للوصول تركيا الى مصالح داخل العراق هذه الزيارة او زيارة اردوغان لاقليم كردستان واربيل هي محاولة استخدام ورقة اقليم كردستان ايضا كضغط على الحكومة العراقية لان اردوغان يحاول ان يظهر نفسه كأنه مفاوض بين حكومة اقليم كردستان وحكومة العراق اضافة الى الملفات الاقتصاد تقول مصادر ان اطرافا سياسية ركزت خلال لقائه رئيس النظام التركي على ضرورة ابعاد اقليم كردستان وكركوك عن دائرة صراع النظام وفيما حاول اردوغان خلال زيارته الى اربيل حث الاخير على التعاون مع جيشه هناك وتقديم المعلومات عن مقاتلي حزب العمال الكردستاني يقول اخرون ان هناك اهداف اخرى للزيارة لجانب الهدف التوسعي يتمثل بمحاولة الكسب الاقتصادي وانعاش الاقتصاد التركي الذي يختنق لذلك زار بغداد واربيل عله يجد طوق نجاة ينجيه من غرقه السياسي بعد هزيمته الاخيرة في الانتخابات المحل ما سمعه اردوغان كان واضحا من قبل بغداد بين العراق لن يصبح شرطيا لحماية الحدود التركية لكنه قادر على التعاون اقتصاديا على اعلى المستويات اذا كانت هناك نوايا صادقة من قبل انقرة على هذا الحال حيدر عودة اليوم كاركوك